اشتركوا في القناة مثالية جاذبة لاستثمار وقال ان المخطط الحضري الذي يتم العمل عليه يتمثل في مشروع مستربلان الذي يتضمن انشاء مناطق صناعية واستثمارية وسياحية مشددا على ان مثل هذا المشروع الحضري المتكامل يتطلب جهود مخلصة مقبل ابناء المخى ومسؤوليها ولفت الى ان الاولوية في الاستثمار للتجار من ابناء المخى وعلى المجلس المحلي عمل رؤية متكاملة لاستيعاب كافة الانشطة الاستثمارية التقاعد مجلس القيادة الراسي عبد الرحمن المحرم في العاصمة المؤقتة عدن رئيس مجلس ادارة صندوق الصيانة الطرق والقسور المهندس معين الماس واستعرض اللقاء تقريرا حول مجمل مهام ومسؤوليات وانشطة وانجازات صندوق الطرق خلال المرحلة الماضية وابرز الصعوبات التي يواجهها الصندوق خلال اداء مهامه والحلول والمقترحات التي من شأنها الاسهام في معالجتها وتقاوزها واستمع عضو مجلس القيادة الراسي المحرمي من رئيس مجلس ادارة الصندوق لا شرح حول خطة عمل الصندوق في العام الجاري وبرامجه الاستثماري والذي يتضمن تنفيذها عدد من مشاريع الطرق في المحافظات المحررة استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك مستجدات الاوضاع الراهنة على ضوء التطورات الاخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها لوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والامنية والسياسية وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل مع التحديات على الارض وفق الاولويات وحاجات المواطنين واتخذا عدد من القرارات والاجراءات في هذا الشأن وفي مستهل الاجتماع حيى رئيس الوزراء الجهود التي تبذل التعامل مع التحديات الراهنة في مختلف الجوانب وفق تجهات مجلس القيادة الرأسي والبناء على ما يمكن القيام به لتحقيق اختراقات في معالجة المشاكل المتراكمة وإعادة بث روح الثقة بمؤسسات الدولة استقبل وزير الدفاع الفريق الركن محسن الدعري في العاصمة المؤقتة عدن وفدا عسكريا رفيعا من قيادة تحالف دعم الشرعية برئاسة اللواء حامد محمد الغامدي وفي اللقاء تم مناقشة عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبول تعزيز التعاون ما يعزز من رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة ورفع الروح المعنوية والاستعداد لكل الاحتمالات الواردة وشرح وشرح وزير الدفاع طبيعة الموقف العسكري في مختلف جبهات القتال في ظل الاعتداءات المستمرة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في مختلف الجبهات وثمنا الدعم السخي من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ووقوفهم الدائم والداعم للسلطة الشرعية والشعب اليمني في مواجهة المشروع الإيراني ممثلا بذراعها ميليشيات الحوثي الإرهابية بدوره أكد اللواء الركن حامد الغامدي موقف التحالف الثابت والداعم للشعب اليمني وقواته المسلحة حتى انهاء الانقلاب والسعادة الدولة وتحقيق السلام الدائم قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإيرياني إن ثمانية عوام من انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران أكدت بما لا يدع مجال للشك أن توحيد الجهود خلف الشرعية الدستورية وتعزيز الثقة وتقاوز الخلافات بين كافة المكونات والطريق الأوحد والأقصر والأسلم للسعادة الدولة والحفاظ على هوية وكرامة الشعب اليمني وما دون ذلك هو المجهول ودع الإيرياني القوى الوطنية لإدراك حجم التحديات وخطورة المرحلة وعدم إضاعة المزيد من الوقت والالتفاف حول الشرعية الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرأسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرأسي وتأجيل كل الخلافات فكل التفاصيل يمكن النقاش والتفاهم حولها بعد السعادة اليمني من الميليشيات الحوثية الموجز انتهى أنت ملوطن بخير في أمان الله اشتركوا في القناة